موسيقى السلام عليكم مشاهدين الكرام ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حديث الساعة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة داء السيدة وتحت شعار وقف زحف الوباء معركة مستمرة داء فقدان المناع المكتسب ما زال يحصد الأرواح في معارك تمتد لأيام أو شهور وقد تصل إلى سنوات فحسب معطيات صادر عن الجمعية المغربية لمحاربة السيدة فإن 900 شخص يموتون سنويا في المغرب وتم تسجيل حوالي 1200 حالة إصابة جديدة في العام الماضي 50% منهم يجهلون إصابتهم بالداء و34% من هذه الحالات شباب يتروح عمرهم بين 15 و24 سنة وأن نسبة 51% من النساء هن مصابات بهذا الداء مقابل 49% لدى الرجال ليبقى السؤال الممتد في الزمان والمكان لمرض تستحيل معه كل أشكال فرص العلاج كيف يمكننا أن نحد من زحف الموت من داء يستهدف المناعة في الأجساد وما هي الإجراءات التي ينهجها المهتم من المسؤول إلى الفاعل المدني ليقف صورا منيعا من أن ينخر هذا الداء صحة الأبناء وقبلهم الآباء وهل يكفي لمواجهة طاعون العصر بالتوعية فقط ولواحي الإشهارية وجمع التبرعات كلها مشاهدين الكرام أسئلة وأخرى سنطرحها على ضيفة حلقتنا الدكتورة فتيحة غفراني رئيسة فرع الرباط جمعية محاربة السيدة مكلفة بمشروع المهاجرين مرحبا بكي شكرا أستاذ مرحبا بكي معنا في هذه الحلقة دكتورة قبل أن نشرع في النقاش نقاش هذا الموضوع موضوع السيدة وهو موضوع مهم جدا خاصة أنه نحن في اليوم العالمي لمكافحة هذا الداء نبقى مع هذا الربورتاج أو هذا الاستطلاع للرأي ونعوده بك وبمشاهدين ابقوا مع هذا الاستطلاع بالنسبة لهذا المرض أولا هو مرض خطير ويهديد الشاباء بكثرة خاصة الشاباء الذين تعطونا المخدرات والذين تعطونا بالأشياء المحرامة والأشياء التي تعود عليهم وتتعدى رص حديرهم بالضرر لهذا النصيحة لنوجه الجميع الشاباء المغربي أنهم يخذوا الحضر والحضر حتى لا يقعوا يلم يقعوا في هذا المرض خطير بالنسبة للمرض السيدة يعني الله يشافي المريض والله يعافي الجامعة فهو معروف أنه مرض للناس كلها كتخوف منه ومجرد ذكر الاسم دياله والناس كتبورش هو مرض اللي معروف أنه كيجي يعني من واحد نسبة كبيرة كيجي من واحدة السيوب الأخلاقي فبالتالي فهو مرض اللي يعني الكثير دائما من اللي كنسمعه يعني دائما كنسمعه يعني العلاقات الجنسية الغير الشرعية أو المخدرات أو إلى آخره وهذا ما كيلغيش أن مجموعة للناس اللي هم مساكن كيتصابوا به ضحايا كزوجات كأزواج من اللي كسكون يعني الخيانة أو علاقات شرعية قبل الزوج مرض السيدة هو مرض في التك اللي كيفسكرينها بالمجتمع دائما يوما بعد يوم وممكن أي واحد هنا أنه ينتقل ويتصاب هذا المرض وإلى ووسائل انتقارها معروفة عند جميع الناس اللي هي العلاقات الجنسية وأي واحد يقدر أنه يحمي رسو من هذا المرض كي نفزافت الأسباب منها العلاقات الغير شرعية والناس كيكونش وعين الدكتري اللي كيديرو مرض خطير وخطير والناس سكتين عليه نعم أستاذة الدكتورة فتيحة رئيسة فرع الرباة جمعية محاربة السيدة يعني كنا مع هذا الاستطلاع الرأيي ويعني نريد تعليقا على هذا الاستطلاع هذا الاستطلاع دي الرأيي بي نواحد نماديج مجتمعية من تصورات اللي في المجتمع كيناع على هذا الدكتور السيدة واللي كان لبعض منهم لبعض من هذا الآراء اللي كان احترمها اختازلوا في مسألة دي الأخلاق نعيدهم للأخلاق وفي المسألة دي الناتج عن علاقات جنسية غير شرعية وكان بعض الناس اللي هدروا على الجانب بدينا ننسى بحل ننسى وما المسؤولات على الداء في هذا غير باش نصحوا بعض المفاهيم أنا كان في الضرن نتكلموا على علاقات غير محمية جنسية غير محمية سواء في إطار شرعية أو خارج إطار شرعية لأن أنا مني كان ربطوه غير شرعية هذا يشكل واحد العائق الحاجز لأن الناس يأتي وديروا تحليلها لأنهم غير يضنون بأن السيدك يأتي للناس الفاسدين اللي عمام زياني يجري ما عندهم ش قيام والناس اللي عندهم سلوكات اللي كتعرضهم للخطر ما غير يأتي وش يديروا تحليلها إذن غير قلوة بأن ينتشر في البلد وهذا يشكل واحد الوصم والتمييز هذا الوصم للناس المتعايشين حلا هم جاءهم السيدة حيث كانت عندهم سلوكات خيبة أو لا هذا كاللي كيمشي بعيد أو لا هذا أنه عقاب دي الله وهذا شي مخصوش يكون لأنه الله سبحانه وتعالى كيبتالي لعباد دياله كيبتالي بالمرض كيبتالي بالفقر كيبتالي بالغنى كيبتالي بالعبش يبتالي الله نزيده على المعرض نزيده الوصم ونزيده الأحكام اللي هي كالجرح كالجرح الناس وقدر تكون عائق أن الناس يجيب تلتكفون نعم هذه منجح يعني هذا يعني بالنسبة لهذا الوباء نصح التعبير يعني الوباء يعني هذا الوباء يعني ما واقعه الآن في المغرب قبل ما نقول الواقع دياله في المغرب هو وباء اللي ما بقاش قاتل يعني بشكل كبير هو وباء ما بقاش قاتل بفضل الولوج ديال التدخل ديال الدواء التولتي الحمد لله الوباء تطور من مرض قاتل إلى مرض مزمي ممكن الإنسان اللي كي ياخذ الدواء دياله تكون عنده أمل أمل في الحياة بحال واحد آخر في سن دياله اللي ما عندهش سيدة لكن تبعه ذكش في المغرب الحمد لله المغرب رائد البرنامج الوطني محاربة السيدة رائد في الجهادينا الجهادينا شمال إفريقيا والشرق الأوسط لماذا؟ لأنه ما بقيناش من السنوات الأولى مع المجتمع المدني ومع جمعية محاربة السيدة تخذوا الأمور بالحزم ومغطيناش بالغربة كان مشكلة خطنا نواجه من جميع المقاربات من جميع المقاربات إذن هذا الوباء في المغرب ما زال عنا الوباء هو وباء اللي ما زال شوية مخبي وخا النسبة في السكنة العامة قليلة قل من واحد في المئة ولكن مخبي هذا الوباء مخبي فين؟ تكلمت على خمسين في المئة اللي ما عارفين شو رسمهم محاملين الفيروس كنا نوحد تقدير دي الوكالة دي الأمم المتحدة لونيوسيدا بتقدر أننا في المغرب الناس اللي هم حاملين الفيروس 24 ألف في ذلك 24 ألف يا الله تعدوا رفعين في المئة اللي عارفين أنه حاملين الفيروس اللي يولجوا التحليل واللي تعرفوا باش يمكننا يولجوا الدواء ونقطعوا السلسلة دي النقل العدوى إذا عندنا واحد وخمسين في المئة كيف قلت لما زال ما كيعارفوش كين بلساف دي العوامل اللي مثلا مخليها دي الناس ما يعارفوش مثلا العوامل اللي ممكن كين العامل دي المعلومة ستوصل والمعلومة الصحيحة ثاني الناس كيخافوا من هذا المرض لأنه حتى بالنس عنده كين واحد الهول على الطرق دي العدوى لما شي صحيحة بعض المرات وبالجهل ديالها الناس كيسحبوا مرأة وبأتين تقلع بكك كين ما زال ما يسمى عند الشباب ديالنا الشباب ديالنا ما عندهوش تربية جنسية كين اشتربية جنسية لم البيت لم الاسرة لم المؤسسات ما كين اشتربية جنسية عندنا غائبة والشباب ديالنا والتي واحد الرقم مو هو القبيلة 34% من الناس المتعايشين عندنا في المغرب دابا مع الفيروج ديال السيدا ما بين 15 و 21 و 24 سنة هم المستقبل ديال المغرب ديال رأسهم و ديال المغرب هذا مقلق علاش لأنه كيف قلت ما كيناش هادي وكين ما يسمى بالوقاية اللي كنسميه احنا يا الوقاية الخيالية لأن الشباب ديالنا ما عندوش إلمان بطرق ديال الوقاية الصحيحة السيدا كيفاش يمكن له انتقل ثلاثة ديال الطرق من غيرها ما كيناش اللي هو العلاقات الجنسية الغير محمية ما بين جوش شركاء واحد فيهم حامل الفيروس دم عبر حقن دم ملوث ولكن الحمد للله هذه ما بقاش عنا في البلاد أو لا تبادل الأدوات الحادة الملوثة خاصة بين المتعاطين المخدرات إما متعاطين أو لحتى في الواسط ديالنا أو إما متعاطين مخدر إما السجناء اللي كيكونوا في حال الطروف اللي كتطرهم أنهم يتقاسموا نعم ثالثة هي من الأم الجانين ديالها في واحد من نسبة ديال 25-40% اللي كتدوز إما في خلال تلشهور الخرانية للحمد أو لمن كتكون كتولد أو لمن كتردع يعني أنه السيدة ما كيتتقلش في الحياة اليومية بالهواء بالعطيس بالكحبة بالماء واحد فيه السيدة يمكن أن نشربه في مثل الكاس يمكن له عجلية يطيب لي ناكل ناويات في نفس الطبصيل نلبس حوائجون نغسل ناويات في نفس البلاصة بنفس الكيس صابون يدخل دار الوضو ندخل من مورا ما غاية عادينيش تعدوشني ولا وتعدني ما غاية عادينيش جوج الحسياتات اللي يخصي ناخد معها علاقة جنسية ديان خاصة تكون محمية والأدوات اللي كتتجرح ما يخصيش نتقاسمها يعني أي حاجة عنده علاقة بالجرح بالدم خاصة إذن ولكن الناس عندهم تصورات خطأة فهمتي بأنه راه هذه القضية ديانه هي اللي كتتأدي للوصم التمييز يعني أنه جاهلين ودولة أشكالي كيعيش مع الإنسان الحامل الفيروس وكين أو ثاني منسبة للشباب دياننا كيقول بأنه سيدة ما كيكون غير ممكن يكون غير فتيات ديان اللي بيغاء هم اللي يمكن يجيبوا السيدة غير المهاجرين لأفريق هم اللي يجيبوا السيدة غير التوريست وليكون فيه السيدة دي ما الآخر وش لحتي واحد الحاجة؟ عمر الإنسان ما تكونوا مسؤول الصيلوح على الأخر المسؤولية للوقاية هي مسؤوليته هو كيف ما بغوا يقولوا الناس لنفرض أن الناس كلهم فيهم السيدة أنا خصني ما يجي نيش نخل حتيات طيري إذا الوقاية تي مسؤوليتي أنا مش مسؤولية الأخرى إذن كاللحو هذه الشباب دياني عندهم هات تصورات هاته اللي هي خاطئة ولكن كين عوامل أخرى اللي هي ومحددات ديالها شاشالية مجتمعية منتي منها الفقر منها الجهل منها الصعوبة للولوج المعلومة أو للوسائل ديال الوقاية منها نقص التربية للقيم للأخلاق للقيم الأخلاقية للقيم مجتمعية تقول هي البداية؟ أنا أنا ما كنقولش هي البداية أنا كنقول هي عامل من بين عوامل أخرى لأنه كان الناس كان عارفو ناس اللي هما سبارك الله من أسر محافظة سبارك الله تربوا على الأخلاق أجيش كنقولكم ما نحكموش تربوا على الأخلاق وهذا ولكن من ربوح الظروف مجتمعية اللي يمكن تعرضت العدوى فسط الزواج مع الشريك إذن هذا شيء كنقول أنا كن بززفد العوامل من أخلاقنا من في أخلاق من في أخلاق من أخلاق لأن أنا كن وصمه أحد الناس ليس شيء ما ما خلقناه هذا ما الدور دينا نحن كمتدخين وهنا دهو السؤال يعني الآن المجتمع المدني الآن أصبح طرفا يعني هو الطرف القوي في هذا المسألة يعني كيف أن هذا المجتمع المدني يقوم بحماية هذا المواطن في مثالة تكلمتي عن الواعي تكلمتي عن المقاربة يعني إحتياجه من الهشاشة الفكرية القيمية والاقتصادي الاجتماعية يعني كيف كيف هو أنه كنا كمجتمع مدني حيث لا نشغل المجتمع مدني بوحدة مؤسسات ومجتمع مدني كنا فاعلين في الحد والتقليص من الخطورات الوابع عبر ماذا عبر كل واحد فينا من الموضع اللي هو فيه خصوة حمال المسؤولية دياله كمؤسسات في التربية الناشئة في التربية الآباء اللي هم يربيوا هذه الناشئة لأنه فقدوا الشيء لا يعطي نعم ومن كد نقول مؤسسات في كل شيء وزارة الصحة وزارة التعليم وزارة العدل وزارة الشؤون الاجتماعية وزارة الشؤون الإسلامية الوزارة ديالتضامن راه بارك الله كل شيء عندنا كل شيء عندهم ما يخدم لكل واحد فينا كل واحد تكاتف تكاتف ولا بدي يكون تكامل لأن علاش لأن يقدر واحد الطرف كيغطي واحد الجهة ولكن تقلص من الإصابة هو مرتبط بجهات أخرى لأن الأولوية الأولوية هي أن ابن دمخسو يعيش بأحد العيش كريم يكون منتيج يعيش بكرامته لأنه يمكنه لديه قيمة لذاته وقيمة النفسه لأنه يحميها إذا لم يكن لديه قيمة لذاته لا يمكنه أن يحميها وإذا لم يمكنه لا يحميها أو لا يشدد للأخرين لأنه يحميها إذن هذه المقاربات هي مقاربات شمولية وأنا لا نقولها مثلا وحد نهار كان معي وحد إمام دي المسجد إمام دي المسجد وتتكلم معي هضرنا لا هاتشي هذا كيفاش نخدمه معه الفئة الأكتر عرضة وقال لي وانتما وستدي تتحرضوا على الفسد تبنيتي تتحرضوا على الفسد قلت له شوف عمي نحن هالصورة لكينا نحن وياكم شراكاء أنا كتقنية دي الوقاية كنوري النشن والمشكل اللي عنده كيفاشك عرض رسحة للخطر من ناحية العلمية من ناحية التقنية كنقول لها كيفاشك تعرض رسحة للخطر يعني هناك خص يكون التكامل بين التكامل تدخيل على وثاني في الحقل الديني ودير دعليك انت عموحنا بجوج يمكن أنا كتقنية يمكن التدخيل يغيكفي مع واحد ولكن لا يغيكفيش مع واحدين أخرين ويمكن عسن الان يغيكفي التدخيل في الحقل الديني كاموس يغيكفي يمكن لم يغيكفي مع واحدين أخرين إذن بالتكامل اللي نحن حيط الهدف من قبلنا هو نحمي الله هو نحمي الله وعنده المجتمع هذا كله كل هذا المحديد اللاشاك تتنخر فيه لن تكلمو أنها صحة عموميا concern أنها صحة عموميا كنت تكلمش يعني الشعار الذي رفعتمه بمناسبة هذا اليوم العالمي المكافحة السيداء شعار وقف زحف الوباء مع ركا مستمرة يعني وقف وليس قضاء أولا السيداء في المجتمع العالمي لم يكن لديهم نفس الاهتمام الذي كان هالولا حتى في الوضع الوضع في الوضع الوضع في الوضع الوضع كانت نقطة خارجي بوحده دابت تدمج لا شيء أخرى ما بقى محور ما بقى محور ولكننا في المعاش نرى الوباء ما زالت يزحف كاين الحمد لله كاين تطورات ما ننكره على نسبة الارتفاحة مثلا في الضال البيضاء ما ليس ارتفاعها نحن لدينا خمسة مناطق في المغرب الذين يزعموا عدد الإصابات مع العلم أن السيداء كانت في المغرب كله في القرى وفي المدن غير هذه خمسة مناطق الوثيرة والنسبة الوباء كاينة 11.298 الذين يعرفون رأسهم بأنهم حاملين الفيروس وهم كانت تامين من هذه من هذه المناطق ولكن موجود في جامعة اسمته لأن هذه فئات هي نشيطة على الجهة من ناحية كتافة السكانية من ناحية الرواج الرواج الاقتصادي فيها رواج تحركوا الناس فيها هي محاور حركة بشرية كبيرة بشرية كبيرة فيها طبيعي أنه الوباء كان في هذه المناطق لكي المراكز تشخيص وكان القرب سؤال لأن هذه النقاط التي تعرفت ارتفاع السيداء لأن تواجد المراكز يعرف أكثر ممكن النقاط أخرى موجودة لا نعرف إن شاء الله ما نعلم وانا نحن في جمعية محاربة السيداء لدينا مقاربة لتدخلات بالنسبة للوقاية لدينا المقاربة القارة في المراكز عبر المغرب كامل ودينا المقاربة المتنقلة لدينا وحدات متنقلة الذين يمشون التشورة ومشون البلايس الماكز لتعرف حملات التحسيس وحملات التشخيص التحسيس المنقلة جنسيا لنقرب الوقاية ونقرب المعلومة من المواطنين الذين لا يمكنهم أن يجب لهم هناك شيء يريد أن نتكلم عليها الله يجعلك مهمة كيف كيف نتوجه لتقليص هذه المخاطر السيداء أو التحسيس المنقلة المركبة ما هي الوقاية المركبة؟ هي وقاية التي لا تستطيع عملها طبي وبيولوجي تستطيع مقاربة اجتماعية مقاربة ثقافية مقاربة هيكلية 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 ما مقصود بالهيكلية؟ مقصودة بقاع المكونات الأخرين دي المجتمع اللي هم التعليم اللي هم التعليم اللي هم الصحة اللي هم مؤسساتية مؤسسات الدينية كل شيء مؤسسات تعليمية كلها إذن إحنا هذا التدخول دينا لقينا بأن هذا التدخول دينا أمني أخذوها بعين الأعتيباء أخذو منها هذه الجهات كاملة كانت أخذوها هشاشاء أحسن كانت أخذوها أخذوه وكانت أخذوه من هذا لأنني أنا أستطيع أن أعطي ما هو طبي وبيولوجي ولكن هذا الإنسان كانت أخذوه معه على الطبي والبيولوجي إذا لم أخذوه لن أخذوه لا يأخذو سلوك مسؤول وهذا الشيء لأنه الوعي يبقى منقوصا نقص وهذا الشيء لأننا كانت شاركات مع المكونات كاملة مجتمع مداني مؤسسات عندنا شاركة مع الربيطة المحمدية من المجلس العلمي من المجلس العلمي نستفيد من دعم سيداكسيو لكي نطوره ونصبح متقفين نضراء وععاد ومرشيدات ناعم ناعم كل واحد من الموقع الذي يكون فيه عنده واحد المسؤولية كان نكون متقفين ونظراء شباب في المدارس في الجمعية في المساجد لكي يكونوا قرب لأننا لم يمكننا نمشوا لكي ندروا وسطا لكي يمكنهم لهم يدمجوا الوقاية من هذه المنقودة جنسية في الخدمات وفي مواقعهم يعملون على توعية المواطن وحتى دمج المصاب في المجتمعي هنا يطرح سؤال آخر في أن الجمعيات تقوم الآن بدور الوقاية والوعي تساهم أو تساهم بشراكة وأكيد مع مؤسسات رسمية نحن شركاء استراتيجيين للوزارة السحر مع مزارة الأوقاف هناك سؤال يطرح مجموعة نتحدث عن أن المصابين بهذا الدعم من طبقة الهشة هذه الطبقة تحتاج للتوعية للوقاية لكن تحتاج أيضا للدعم والتكفل هذا الباب التكفل وهذا الباب الدعم لهذه الطبقة شكرا كيف تقومون بهم؟ شكرا لطلحتي لهذه المسألة لأننا في الجمعية المحاربة السيدة لدينا مشاريع مشروع الوقاية وهو شامل وعندنا مشروع التكفل للناس المتعايشين في هذا المشروع التكفل للناس المتعايشين نحن نعرف بأن الدواء السيدة تعطيه وزارة الصحة والحمد لله في بلدنا تعطيه فابور في المجان تعطيه وزارة الصحة مراكز الاستيشفائية مراكز لا يدود فيها لا يدود مراكز الاستيشفائية لا في المراكز الاستيشفائية تأخذ الدواء ولكن بالموازات مع هذا الشيء نحن نقوم بما يسمى بالوساطة العلاجية هذه الوساطة العلاجية فيها وساطة نفسي فيها وساطة فيها وساطة ديالتعم الاجتماعي وفيها وساطة ثربوية على المرض لكي يتنقل لكي يتقبلوا الناس لكي يعتبر نفسه في انتهى الأمر نعم لكي يفهم ويعرف هذا الدواء كيف يدير هذا الدواء لكي يأخذه لكي يأخذه لكي يصل للمرحلة لكي يصل أنا صحيح صحيح وليس مريض وحامل الفيروس ولكن هذا الدواء يعاون أنه يحصل له جهاز المناعة يحصل له لكي يبقى الفيروس يتكتر وإذا لم يبقى الفيروس يتكتر حمولة الفيروسات لا يتبقى في الدم ولا يتبقى في الإفرازات لذلك لا يتبقى لذلك الدواء التي لديها وظيفة وقائية نقصم حمولة الفيروس في المجتمع نعم إذا يجب أن يفهم ولكن نعم نعم علاقة مع الشريك والفيروس نعم نعم ما يسمى بالوقاية التانوية سيكوندار كيف إنسان يريد حمل يريد تزوج هو حامل الفيروس عنده الحق ولكن يمكن أن تتبقى حمولة الفيروسات لا تبقى في الفيروس سلبية لا تبقى الزوجة لا تبقى لديها حمولة سلبية أو لا تبقى السيداء لأن هذه نقطة مهمة يعني ممكن حامل الفيروس أن يولد إنسان سليم سليم لأن السيداء لا تبقى السيداء ينتقل يعني يمكن النساء وهذا نداء كان مجهون النساء يعني كان نلقى بأن نسبة المصابين أكثر من النساء نظروا علىها عامل أخرى أكثر من النساء ولكن هذه القضية هي النساء كل ثلاث شهور لأنها لا تستطيع أن تكون موخلصة في العلاقات والزوجها لا تستطيع العلاقات الجنسية ولكن واحد سيأخذها بالدم ونقلها للجنس يبقى كل ثلاث شهور يدروا التحليل خصوصا النساء الحوامل في الثلاث شهور لدينا نساء في الأول تحليل السيداء وأنهم حاملات الفيروس وقد اخذوا الدواء وقد أردوا أن يخرجوا بحمد الله يخرجوا الوليدات سليمين لأن في أوروبا لا تبقى نقل العدوى الذي قبيح لدينا في المغرب وفي المرأة كان لدينا خصوصا الطفل وعندما كان لدينا إمكانية في المغرب لكي لا تبقى العدوى من المرأة الحامل ولكن خاصة النساء وخاصة المرأة الصحية يقبضون الحوامل في التكفول ويعرضون تحياتي السيداء لكي يمكننا نضمنه ونوقفه هذا لأن السيداء لدينا مرض ويراتي وكانت نقل 25% من 40% لدينا يسأل لهم حاملات الفيروس وخرجوا الأطفال سليمين ولكن نحن نقصه من 40% لتتعرض نقل نقل النقطة ستتكفل نعم نقلت لك كان ما يسمى بالوساطة الوساطة التربوية وكان الوساطة الاجتماعية هذا الوساطة الاجتماعية كنت نقلها لماذا إما كان الناس يأخذ الدواء ولكن يقول لي أنا كان أخذ الدواء كان أمشي سبيطر يعطيوني الدواء ولكن أنا أعيش على برا بزنقة ما عنديش أنا شراوع عليها دارنا أو تشرداتي والوليدات لها أو لم أكن أخذ الدواء حيث مرت وكنت مازال ما عنديش باش نركب نجي عشرة درهم باش نقبط المركوب نجي باش ناخد الدواء أو باش نتبع نعم نعم كان الناس اللي ما عندهم شرامات نحن نسكنهم نعم 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 مؤقتا أنهم يخرجوا من الزنقة باش لأنه الأولوية هي هذه هناك سؤال بالنسبة للنساء التي يعني لواتي يمتهن البغاء مثلا يعني هؤلاء هم عرضا لهذا المرض ومن هنا الحاملات للفيروس يعني كيف يمكن تكفلهم يعني البحث على موارد مداخل يعني أخرى سليمة شرعية عوض في الحقيقة هذه النساء كاينين ممكن ماشي سواء يعني هل تفكر الجمعية مثل هذه المشاريع نعم في الإطار سيداكسيون نعم سيداكسيون سيداكسيون كان واحد تخلق واحد صندوق مع الوكالة التنمية الجماعية مشروع اسمه أمالي مشروع الأنشطة المديرة للدخل يعني كان أخذوا لا من الفيات الأكثر عرضة للإصابة ولا من النساء المتعايشة نعطيك مثال مثلا واحد المرأة إما مهنية الجنس أو متعايشة عندها واحد حرفة مثلا أو من المنزل كيف يرددك؟ كيف يبقى ذلك رأس المال؟ يقول له دياله الأغير ويمكن له يطوره هذا كيف تنقص من الهشاشة لا يبقى الإنسان حيث هو في الحاجة يعرض رأسه الخطر بسلوكات نعم نعم صحيح يعني يبقى مسألة توقيف والتوقف والحد من هذا الداء في المغرب يعني يبقى يعني مسألة تحدي للجمعية المدنية للمؤسسات الرسمية كما قلت دكتورة يعني يجب أن يكون هناك شراكة وتكامل بين كل فئات المجتمع كل مؤسسات من أجل فعلا كما تقولون في شعاركم وقف زحف الوباء ومعركة مستمرة أشكرك دكتورة على حضورك معنا الدكتورة فاتحة غفراني رئيسة فرع الرباة جمعية محاربة السيدة وأيضا مكلفة بمشروع المهاجرين أشكرك لحضورك معنا هنا في بلاتو حديث الساعة وأقول لمشاهدنا الكرام إلى حلقة قادمة وكلنا آمنون من هذا المرض وشف الله كل مصاب به إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر